بالك مشغول وتعبان انا عندي الحل لا ما تفكر اسألنا انت السؤال راح نرد عليك والجواب بهدك عالراص تابعنا عالفجر افقام اعوذ بالله السمين علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات المستمعين والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من حلقات أسك أف أم هذه الحلقة التي نحن خصصناها في موضوع الوسوسة الذي تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي حقيقة يعني كم التفاعل مع هذا الموضوع هو زادنا يقينا على أهمية هذا الموضوع وكم الناس بحاجة إليه يعني في خلال هذا الأسبوع يعني كم الأسئلة والمراجعة والتعليقات والناس التي اتصلت فينا وطلبت بعض الأمور يعني هذا يعطي مؤشر كبير كم هي الناس بحاجة إلى مثل هذه القضية ويعني فعلا يستحق أن نجعل له حلقتين وفعلا يستحق أن نجعل العلاج له حلقة إحنا يعني في البداية اسمحوا لي دائما أن أقول أننا بحاجة إلى أن نجعل العلم هو سلاحنا في مواجهة كل ما يعترض لنا في هذه الحياة وبجوة ذكرنا نحن الأسبوع الماضي أن العالم فضله على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل من الصحابة وأن العالم أشد على الشيطان من سبعين عابد لذلك نحن نقول أن كثير من الأمور التي تعترينا وتعترض طريقنا يمكن أن نحلها لكن فقط بموضوع العلم هو الدرجة الأولى التي يمكن أن يبدأ فيها العلاج العلم هو الخطوة المهمة التي يجب أن نتسلح بها جميعا الشيطان إذا أراد أن يدخل للإنسان دخل لهم من موط جهل عند هذا الإنسان في نقطة يكون لا يعرفها لا يعلمها نقطة غائبة عنها عنه يدخل فيها لذلك نحن عبر هذه الشاشة شاشة التلفزيوني للفجر الجديد وذاعت فجر أفآم نجعل هذه الحلقة لعلاج مثل هذه القضية والحديث عنها اسمحوا لي في البداية أن أذكر شكري الشديد لكل من شاركنا من خلال صفحة الفيسبوك وفي التعليق وكل من ساهم أيضا وشارك في استطلاع الرأي الموجود عندنا على موقع الفجر تلفزيون الفجر على الإنترنت سمحتوا لي أيضا في البداية أني أرحب بفضيلة الشيخ أبو الأرقام أهلا ومسهلا فيك فضيلة الشيخ والشيخ ونشكرك على وقتك اللي أنت أعطيتنا إياه وأسأل الله أن يكون في ميزان حسناتنا جميعنا ميزان حسناتك يعني بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الموضوع حساس وإحنا إنت لاحظت قديش الناس جاءك اتصالات لأن الموضوع كثير مهم وكثير حساس وحقيقة بجوز اللي يميزه هو يعني واقع الخبرة والقضايا اللي يعني بتمر عليك لأنه احنا بدنا اللامس مثل مثل هذه القضايا فعني نشكرك شكر جزيل على الموضوع وإحنا قبل ما نبدأ الحركة الحلقة أسف اسمعوا لي أني أنا يعني أشكر الإخوة في سوب ماركت في كيندا ماركت اللي رعوا هذا البرنامج لكي يبقى هذا الصوت يصل إلى الجميع ومساهمة منهم في نشر الخير بإذن الله فكل الشكر للإخوة في كيندا ماركت على رعايتهم هذا البرنامج أخة أبو الأرقام فضيلة الشيخ إحنا تحدثنا عن الوسوسة تعريفها تحدثنا عن صورها تحدثنا عن أسبابها تحدثنا شيء عن الوسوسة وصلنا للناس فكرة أنه قديش هي خطيرة والموضوع خطير قديش هو حساس قدمه صعب لكنه أيضا سهل لمن عرف العلاج وقلنا أنه هناك صور لولا أننا سمعنا بها وعايشناها وسمعناها من أفواه أصحابها ورأينا حالتهم لما صدقناها وذكرنا بعض الصور اللي مثل اللي إحنا مرت علينا الآن أنا بدي أسألك في بداية السؤال وإحنا بدينا نحكي عن العلاج هذه الحلقة إحنا بدينا نخصصها في موضوع العلاج كيف نعالج هذه الوسوسة إحنا طرحنا استطلع للرأي قبل أسبوعين يعني قبل الحلقة الماضية وحطنا وكلنا الوسوسة مشكلة يعاني منها كفر من الناس من وجهة نظرك فإن علاجها يتم من خلال ثلاث خيارات حطينا للمشاركين خلال طبيب نفسي مختص أم من خلال إنسان يعالج بالقرآن والرقيا أم من الأمر لا يحتاج لا إلى طبيب ولا إلى معالج الإنسان قادر على علاج نفسه كانت الاستطلاع الرأي يقول إنه 13% من الناس يرون أن علاج مثل هذا القضايا عن طبيب نفسه 35% الثلاث من الناس يقولوا لا لا بد أن يذهب الإنسان إلى معالج بالقرآن والرقيا لكن النص 51% من الناس قالوا أن الأمر لا يحتاج لا إلى طبيب ولا يحتاج إلى معالج بالقرآن الإنسان يمكن أن يعالج نفسه بدنا نعرف نوجه كلامنا للناس أنه اللي يصاب بمثل هذه الوسوسة وين ممكن يكون علاجه نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ نقول جزاك الله خيرا مبارك الله فيك على صدفتنا في برنامجك الله بارك فيك وجزا الله خيرا يعني تلفزيون الفجر على هذه الموضيع الحساسة التي تهم المجتمع فنقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نقول داء الوسوسة هو مرض خطير وهو ابتلاء عظيم وهو نوم من أنواع الابتلاء ومثل هذا البرنامج مثل هذا الآن الداء حقيقة لابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد جعل لكل داء دواء فإذا لامس الدواء الداء وقع الشفاء بإذن الله عز وجل إذن لابد من وجود من يفهم هذا الآن الداء حتى يضع له هذا الدواء فنقول بالنسبة للإستطلاع الرأي أو شجز الله خيرا كل ما شارك بهذا الإستطلاع ولكن نقول نحن نجمع كل هذه الآن النتائج بأمر واحد مهم ألا وهو أنه لا يمكن لصاحب الآن الحالة اللي هو هذا المرض الوسوسة أن يعالج نفسه بنفسه لأنه يعاني هو الآن مبتلة ولكن عندي قناعة لو أنه فهم ما هي مجريات هذا المرض وما هي وسائل علاج هذا المرض وفهم الآن ماذا يصنع الشيطان في هذا المرض عند ذلك حقيقة يستطيع أن يعالج نفسه بإذن الله عز وجل مع معاونة الآخرين حوله من أقاربه من أهله من زوجته من أبنائه إذا تعاون جميعا يستطيع أن ينقض هذا الإنسان من هذا الابتلاء الخطير ويتكلمنا في الحلقة السابقة نقول أنه قد يصل الإنسان إلى مرحلة أنه لا يستطيع حتى أن يقاوم بنفسه لا يستطيع أن تكون عنده نوع من أنواع الإرادة وبالتالي لو مهما تكلمت معه ومهما قرأت عليه القرآن لا يستطيع أن يقوم بأي فعل فهذه الحالات حقيقة بحاجة إلى علاج طبي حتى تستطيع هذه الأدوية أن تنهض به ولو قليلا حتى ترجع له إرادته القوية وبالتالي يستطيع أن يعالج مثل هذا الابتلاء فسبحان الله العظيم أخواني الكرام يعني الذي يبتلى بهذا الجاء مهما أنت جيت وصفة الوصف لن تستطيع أن تشعر شعور من ابتلي بهذا الابتلاء عقيقة كذلك الحال الآن من عايش هذا الابتلاء مرة وثنتين وثلاثة وكذا يستطيع أن يفهم طبيعة هذا إلى الاجب وربنا قال فاسأله أهل الذكر ضرورة جدا للإنسان ماله أن يسأل أهل الخبرة وأهل الذكر وأهل العلم بهذا الموضوع حتى يستطيع أن يجد لنفسه حلا وجوابا شافيا بإذن الله عز وجل طيب يعني أنا حابب في هذا الموضوع بالذات لأنه في لبس عند الناس أنا بشوف فضيلة الشيخ بجوز هذا يعني أنا استشفيته من خلال كلامه إنه الإنسان يعني لنفرض نتعامل مع الوسوسي مثل مثل أي مرض بالضبط المرض إحنا نعالجه كمسلمين يعني فيه ثلاث زوايا فيه مهمات الزاوية الأولى هو الطبيب وهذا مهم جدا إنه إحنا بحاجة إلى أن نزور طبيب أمر الثاني إحنا حتى مع الأمراض العضوية يعني واحد ولا راسه بوجعه عنده التهابات عنده مغز عنده كذا الإسلام أرشدنا إلى أن نعالجه بالقرآن يعني ليس فقط الأمراض النفسية أو اللي إلها يعني اعتبار إحنا منوخد وين بنروح بالقرآن واحد عنده جن واحد عنده مس واحد عنده معين هيك الناس يتصورها لا إحنا كل الأمراض بما فيها النفسية والجسدية المادية والمعنوية كلها يمكن أن تعالج بالقرآن العمد الرئيسي في العلاج أنا برأيه هو المريض نفسه لكن لا يستطيع المريض نفسه أن يعالج نفسه إنما بحاجة إلى التوجيه يعني لو جمعنا كل مشايخ الدنيا تكره عليه وتعالجه إذا هو بداخله يرفض هذا العلاج ولا يقوم بما يطلب منه من الأمور اللي ممكن نحكي فيها كمان شوي عالفاضي لو رأى عند أي دكتور نفسه أو حتى المريض مرض عضوي يعني واحد عنده التهابات من الدنيا لو رأى عند الطبيب وكتب له ليست من الأدوية وقال له تقول إيش كذا أبعد عن كذا أبعد عن كذا هو ما التزم لا أخذ الدواء ولا امتنع عن هاي الأمور ما بتعالج عالفاضي إذا العمد ليس العيب في الطبيب ولا العيب في الشيخ وإنما العيب في من لا يطلب بالضبط إذن إحنا بنوجه الإخوة دائما في البداية نقول إنه من أبتلي بمثل هذا الموضوع بحسب درجته في أمور بحاجة إلى أن يأخذ بعض التوجيهات من أحد الناس العارفين العالمين من يثق بدينه وبعلمه يعني برضو إحنا بدنا ننبع شغلة ممكننا نحكي فيها في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل إنه مش يعني الناس لأسف الشديد خلاص هذا الموسوس هذا عنده جن هذا عنده كذا يلا رو على شيخ مع احترامي يعني لكل الناس الصادقين وقول للناس يعني بدنا نحكي نذكر أسمها لكن لأصل إنه الإنسان يبحث قبل ما يذب يعني مستحبوا الحاجة أرعن يعني وين بدي يجري بروح بس عنده كل ملاحظة فضل وأنا مرة أجم ووسوس لحاله قال أنا عندي ووسوسي طبعا مستحب لأنه هو الآن يشعر بالخجل هو أساسا ليش الآن صابه الوسوسي لأنه بدوش حد يدري في موضوعه نعم بيجيبوا زوجته أو بيجيب بطن زوجته الآن هم بيجيبوه بقول لك الآن لأنهم هم اللي عايشين معاه في الواقع هذا الموجود وبالتالي الآن سبحان الله العظيم في هذه الحالة الآن كل إنسان مبتلى فأقول حقيقة هذا ابتلاء نوم النواع الابتلاء ومن صبر عليه يؤجر أجرا عظيما عند الله عز وجل سبحان الله العظيم لأنه يكون هو فوق الإرادة وفوق الطاقة حقيقة وبالتالي إذا صبر عليه واحتسب عند الله عز وجل فإنه يؤجر بإذن الله عز وجل بإذن الله ولكن واجب عليه أن يبحث عن العلاج لأن ذلك يؤدي إلى إيش إلى فقدان دينه وإيمانه بعض الأحيان صحيح وبعض الأحيان مفد دين عقله يعني اليوم بحكي لك قصة الآن واحد الآن سبحان الله العظيم كان هذا الرجل وصل حد وتفاجأ أهله في الموضوع قال لهم أنا وصلت لمرحلة بحاول انتحار ثلاث مرات بسبب الوسواس الموجود عنده الآن في رأسه وبرضو الآن الخطر الأعظم إنه الأهل إذا ما قدروا يجرقوا هذا الموضوع وصعوبته على الإنسان ممكن يؤدوا بطريقة عكسية لهذا الإنسان يعني الآن بطلب منه الآن روح اشتغل اعمل كذا اعمل كذا يعني والله مش كادر مش كادر لأنه بحس إذا طلع من الضار بديموت إذا سيصل الشغل راح يموت الآن هذا الوسواس أدى لهم الآن صار لوم عليه انتقاد لوم 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 عليه وأدى لمرحلة إني خلص زقة هذا الحياة مع أنه إنسان متدين وصاحب دين وأهله صاحبين دين بقول لي يعني لآخر اللحظات أنا بتردد حتى إني إيش إني أقدم على هذا الفعل عشان هيك الآن بقول لأخواننا ولأهلنا اللي عندهم رجل مبتلى إياكم أول خطوات العلاج إياكم أن تكثروا اللوم والانتقاد عليه لأنه هذه من أخطر الأشياء التي تؤدي به إلى المهالك والعياذ بالله شوف الآن لنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم هذا الأمر اللي هو أنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل يشرب الخمر والآن والنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد فهو الحديث صحيح قال منا الضارب وبيده والضارب بنعله حتى قال الرجل أخزاك الله فالنبي صلى الله عليه وسلم عند هزم قال لا تكل كذلك لا تعين الشيطان على أخيكم شوف كدش schizophrenه إذن الآن نحن مطلوب مننا من هذا الحديث اللى نعن الشيطان عليه لأنه الشيطان يأتيه في هذه اللحظات طلع شايف كيف هاي أهلك مسألة عنك هاي أهلك بالأموك هاي أهلك كذا طب وين بتكون عن حالك مسلم طب هاي ربنا خليه ربنا شفيك هاينا كذا بدأي الآن أفكار تبقى أنت بتحكي معاه في موضوع معين لكن مخه وعقله ماله مشغول بأفكار كثيرة جدا 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 من أجل ذلك خوان الكرام مهم جدا أن نفهم أن هذا الإنسان المبتلى يجب أن نعلم علم يقين أنه مريض بحاجة إلى رأفة بحاجة إلى شفقة بحاجة إلى عون وقد تستخدم بعض أنواع الشدة في بعض الأحيان وهذه الآن الشدة هي شدة رحمة التي تعينه على موضوع ماله العلاج مثل الآن قاعد بتوضى أقول خلص ممنوع له أنا بس ويلا وقف وقف عنده بساعده في وضوءه بساعده الآن بعض الناس قلت له الآن خليه دخل الحمام ممنوع يغلك باب الحمام لمعك عشر دقائق معك ربع ساعة خلصت خلصت مخلصتش بدي واحد يدخل عليك على داخل الحمامك إذن هذا الأمر ماله إحنا فيها شدة رحمة بنسميها ولكن مش شدة الآن لوم وانتقال أو استيزاء لأن هذه قضية خطيرة جدا وقد تؤدي به كلنا إلى طريقة سلبية وعكسية وهذا شيء مهم صحيح أنا بجوز يعني بتذكر سمعت منك يعني قديما مرة ملاحظة أنت حكيتك قدامي لواحد أن الشيطان دائما يدخل إلى النفس الضعيفة هو ليحزن الذين آمنوا ودائما بيدور على الإنسان اليأسان والمنكسر والإنسان اللي فاقد الأمل والإنسان اللي ثقته بربه ضعفة وثقته بنفسه ضعفة وبدخله من هذا المدخل فإحنا لما نكثر من اللوم لهذا الإنسان إحنا شو نعمل؟ نضعفه نضعفه قدام الشيطان فبسير هو بص المرحلة أنه أنا لا أستطيع أن أقوم لذلك أنا كثير من الأسئلة اللي وردت أو يعني بعضها بديش أبالغ أنه كان يقول هذا استحالة العلاج هذا أمر يعني كأنه الأمر تسليم فيه مع أنه حقيقة أنه لا يوجد يعني ما في نداء إلا وله دواء وهذا قضية عامة عامة في كل الأمراض اللي ممكن تصيب الإنسان أنا بس اسمح لي أسأل سؤال ممكن يطرحه بعض الأخوة أنه أنا طبعا شيء طبيعي أنه أنا مش في كل حالة وسواس أنا بحاجة أن أروح على شيخ أو أروح على طبيب نفسي يعني ممكن تكون وسواس خفيف نحن ممكن نوجه بعض التوجيهات العامة الإنسان يقدر يدارك وروح فيها لكن متى يمكن أن نقول أنه بحاجة إلى أن يأخذ من شيخ صاحب دين يعني علم ودين يعني تقوى وعلم أو متى ممكن نوجه برضو أنه لازم يزور دكتور يعني في واحد الأحيان وأنا سمعتك في صباح الحلقة الماضية حكيت أنه في حالات لازم يروح للدكتور لأنه ما يزبط معه الإعلاج لوحده يعني بالضبط سبحان الله بالنسبة لموضوع الوسوسي موضوع الآن تبدأ أو شيء بسيطة تبدأ بشغلات بأفكار معينة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال إن للإنسان لمة من ملك ولمة من شيطان فسبحان الله كل واحد فينا معرض لمثل هذه الأمور معرض للمة الملك ولمة الشيطان بعض الأحيان تجيك أنت أفكار إحباطية بعض الأحيان الآن واحد يجيك وقول لك اسمع ترى أنت فيه سمعت بإجابة وصيرتك في موضوع بالله عليك وجوز هذه كلمة تنمش أو يجي وقول لك واحد صديق تلفون رقم غريب تطلع رقم وارب الله يستر وصير كلبك دقت صير تحسب مليون حساب أو يقول لك أنت مطلوب كذا أو كذا صير تحسب مليون حساب فالآن هاني سبحان الله عنه يدخل للشيطان يحزنك سير جيب لك كل أفكار أو مثلا إم ابنها تأخر الآن عشر دكايق عن موعده أو ساعة الزمن مستحيل إلا إم سور تفكر أبصر دهشة السيارة أبصر كنه بالمستشفى أبصر كذا إن سمعت فيه حدث الله يصر كنه ابني فبصير هذا الآن هي أفكار طبيعية كل أفكار سيئة مع كل الناس ممكن أن تأتيها أفكار سيئة ويدخل له الشيطان من هذا الباب ويستغل الشيطان حقيقة حدث معين هذا الحدث اللي ممكن يدخله حتى يستطيع ماله أنه سيطر علمين على قلب هذا الإنسان إذا الإنسان استسلم لهذه الفكرة وسلم نفسه لهذه الفكرة بصير معناته بعد المان الوسواس اللي بصير يعمل له مضايقات أما إذا من بداية الأمر طرده بداية الأمر ماله أنه هذه الفكرة وألغاها على طوب يقدر ماله ينهي الموضوع كليا طيب إذا وصل لحالة مستعصية وإن أنت بروح الدكتور يعني هذي الناس بيسألوه صراحة أن بعض الأطباء الأخوة الأطباء النفسيين يتهم دائما المشايخ أنه أنتوا بتضحكوا عن الناس وهذه قضية علاجية بحاجة إلى أنه يجي على الطبيب النفسي وكذا إحنا بدينا نوصل فكرة للناس أنه الدين والعلم لا يتعرضوا والدور متكامل حقيقة أنا كثير حالات كنت أنصح بالذهاب للطبيب وحقيقة في بعض الأخوة من الأطباء اللي ما شاء الله لزيهم الخير كثير جدا منهم متفهم لهذا الأمر وعلى العكس كان هو نفسي يقول أنا وصلت لمرحلة لا بد أنك أنت تروح عن مين عند إنسان معالج لأنه إذا إحنا الآن اكتملت هذه المراحل الثلاث سبحان الله بصير الآن الحل حقيقي 100% بقول العلماء بقول ما يصيب المرء في هذه الدنيا ثلاث أي إنسان في الدنيا بصيبه ثلاث قضايا قال إما حالة المرضية وعلاجها الأطباء وإما حالة النفسية وعلاجها الأطباء النفس يمكن تكون عنده أزمة عنده كذا أفكار وضع معين حالة نفسية معينة الآن وإما أن تكون هناك أرواح خبيثة تؤثر في الأرواح الطيبة فإذا اجتمع الآن العلاج الطبي مع العلاج الكرآني حقيقة بدأت نتائج عالمية في المية بإذن الله عز وجل إذن المهون بنقول على جواب سؤالك اللي هو أنه متى يصل المرحلة أنه بحاجة إلى طبيب أو حتى بحاجة إلى شيخ أو حتى بحاجة إلى أحد يوجه قلنا بالبداية أنه هاي الأفكار ممكن تصيب أي إنسان في الموضوع قلنا وين تبصير عندك مشكلة إذا استسلمت لهذه الأفكار الآن طوال ماله بيبدأ الآن الشيطان يشيطر عليك بيبدأ الآن في مرحلة ثانية أنه ستستفرد فيك لحالك مجرد ما استفرد فيك من هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان من واحد قريب من الاثنين لأبعد طالما أنت لحالك بيظل قريب ماله وسوس لك طالما أنت مأبعد مع الناس بيظل بعيد عنك بإذن الله عز وجل النقطة الثانية الأمر إذا زاد عن حده لدرجة أنه هذا الإنسان صار عبئ في داخل البيت صار مشكلة في داخل البيت إذن الآن أو وصل لمرحلة أنه يحاول يقتل نفسه لا لابد علاجه بأسرع وقته وغصب عنه لازم يتعالج لأنه بصير الآن مرحلة خطيرة يعني مثلا ما منشوفه دخل في الحمام صار يقعد مش أكل من حوالي خمس ساعات وست ساعات هذه القضية خطيرة جدا وصل حد أنه الآن من كثر وسواسة اللي عنده أنه الآن يحاول يشرب سم يقتل حاله يصير الآن يد نفسه هذا الآن مشكلة جدا مثل وسواسة الشرف أنه يصير يوصل مرحلة أنه يصير الآن يستمرته بالشكلوب سيخط بعضهم وصل حد يحط براد يسود على الشبابيك وبعده الآن ظلوا طول ليلة سهران وهو قاعد فوق راسا إذا تحركت إذا عملت أي حركة الآن هذا بصير خطر عليه لأنه بعضهم كان ينام وحاطت سكين تيانا بجنبه لأنه بقول آه في الليل بس أجي أنام بيجو ناس على مرتي إذا هذا مسموس واس الشرف هاي قضية خطيرة جدا هذا الأمر ممنوعي سكت عليه لازم إنه توديه إلى طبيب نفسي الآن بعضهم بوصل مرحلة إلى حد إنه إيش إنه يقول لك أنا زكت هذا الحياة خلاص أنا زكت هذا الحياة وبتصير بده يصرر تصرفات الآن غير منطقية نعم طيب سيد الشيخ يعني قبل ما أدخل بتطرق علاج العامة خلني أدخل في الموضوع نقد اتصال هاتفي السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله أخي والله أنا بدي أحكي بهذا الموضوع فضل آه في عنا إحنا في الحياة الجنوبي نعم بدون ذكر أسماء نعم في امرأة تدعي أنها بتعالج هاي الحالات وبتعالج المس وأكتر إيش هاي المرأة بتركز على إنها بتكرب ما بين الناس بتخلي يعني الأزواج يعني بتخلي اللي بدها تتزوج بتدعي العامس إنها تتزوج آه وانت دخلت على الوقت عليها إقبال كبير للأسف من أخواتنا في منطقة الثمانية وأربعين بشكل يومي وشبه يومي وأنا اللي بد أتحدث معكم أنا رفعت مرة للأوقاق وحكيت مع المشايخ في هذا الموضوع لدرجة إنها هاي تدعي إنها واعدة وفكرة القرآن تحمل مصدحة وأبعد من هيك إحنا في إلنا كراين في الثمانية وأربعين جعلت وحدي إنها تختفي ما تطلعش من البيت لمدة أربعين يوم لما نسأل هاتها واحدة طبعا هاي فتاة سادجي قالت إلها إن أنا وضعت وريعاد بالله المصحف كنت واضعه وأنا بالحيط وهاي أمرطني واحد اثنين ثلاث حكينا وشكينا وحكينا للجهات المختصة وللمسؤولين وللآن ولبكرة تيجي بتأخذ ألفين شيكل على الجلس لثلاث ألف شيكل وأنا المتحدث معكم تحت الهواء مستعد أحكي داركوني الإخوان وهاي إمرأة معروف وتستعمل ويوم يوم سيارة وزيارتين وثلاثة من الأخواتنا ثمانية واربين ترجع عليها طيب أنا أتمنى من الشيخ إنه يحكي ويوصل أكيد إلى ناس كثير سمعين شو هاي الحالة وشو يعني ووضح للناس على فكرة وملاحظة بطيطة حتى في من الجرام ما بأمن يعني مآمنين في أنا هاي واعدة وهاي متدينة وهاي كل هذا الكلام صحيح الله يعني الزكرة على الملاحظة والمداخلة إحنا بجوز يعني حكيت أنا قبل شوي خصوصا دخلت السؤال إنه أو الملاحظة السريعة وقولت معملة حلقة لحالها إنه إحنا بدنا نوجه كلامنا للناس ورجاءنا الشديد جدا لأهلنا وأحبابنا الناس اللي بيحبوا التزموا في دينهم إحنا منعرف إنه صاحب الحاجة يعني كما يقول مثلا صاحب الحاجة أرعن لكن هذا ليس عذر إنه الإنسان لما يكون عنده حاجة عنده ضرر عنده حابب شغل يعملها أو كذا إنه يروح وينما يجت إجر ويروح الواحد فينا لما يمرض مرض بدنا نظرنا نظر على الأمراض العادية قبل ما يروح عند أي طبيب يسأل مئة مرة كيف الطبيب ومليح الطبيب وكيف علمه وعلمه وتجاربه وكذا لا يجوز للإنسان إنه كل ما سمع هنا شيخ وهنا شيخ وهنا كذا يروح دب بالأصل بده يشوف دينه وشوف علمه في الجهتين مهمات يعني مرات بيكون دينه مليح لكن ملبس عليه لا يستطيع أن يفعل مثل هذه الأمور أو العكس لذلك هذا الموضوع شوي إصبحونا فيه اليوم شح نقدر نحكي فيه لأنه بده حلقة أو حلقتين تاني وإحنا إن شاء الله بنوخذ وعد من فضيلة الشيخ إنه إن شاء الله بعد العيد بركع برضو وعملنا لأنه يعني موضوع الحسد والعين وموضوع السحر وطرق العلاج وكوين الروح وكيف الروح لأنه أنا بعرف إنه فيه كثير ناس بيستغلوا الموضوع ولأسف الشديد بيضحكوا على الناس وعلى طول الإنسان بس برجع وقول العلم مجرد يعني الإنسان لما يفهم دينه وابعاد دينه وبيعرف إنه هذا دجال وهذا مش دجال أنا أي واحد بيجي بسألني بقوله شو عمل مجرد ما كلك 1 2 3 4 نقطة من إحد نقاط بقوله هذا عطول دجال مستحيل يبقى لأنه الدين بيكون 1 2 3 4 5 لكن اسمح لنا آخي الفاضل إنه إحنا إن شاء الله عز وجل حلقة خاصة على الموضوع هذا إحنا خلينا في موضوع الوسوسي الوسوسي لأنه صح هو هي من الشيطان آه هي من الشيطان لكن مش موضوع لا سحر ولا جن لا هي مرض داخل عند الإنسان مرض نفسي الشيطان يستغل ويؤكد عليه ويبنيه ويزيده قد يبدأ أو قد يعمل على زيادته أنا بدي فضيل تشاهد حكينا أنواع كثيرة طهارة الصلاة العقيد النظافة المراقبة الشرف الخوف من الآخرين كل هذه وسواس الكلام كل هذه أنواع وسواس قبل ما أدخل في واحدة وحدة منهم أنا حابب إذا فيه نقاط عامة في علاج الوسوس يعني نصائح عامة نعطيها للناس عامة أو للموسوسين خاصة سواء نصائح وقائية نعم يعني في البداية نقي أو لقصاح علاجية وخصوصا للإخوة اللي بيبقى بداية الوسواس عنده نعم أعوذ بالله مشتها الرجيم طبعا الآن إحنا فهمنا قضية مهمة جدا أول قضية اللي أنت حكيت عليها حقيقة العلم أنه يريت الآن كل إنسان أكلمة فيها يقرأ عن هذا الموضوع يفهم هذا الموضوع والآن الكتب كثير متوفرة واليوم الحمد لله على النت اكتبس كلمة الوسوس علاج الوسوس طرق الوسوس مليون الآن موضوع موضوع بابه باب حقيقة لابد الإنسان يكون عنده علم لأنه الشيطان حقيقة ما يدخل إلا من باب الجهل في كثير من مسائل خاصة مسائل الفقهية هذه أول قضية قضية الثانية الآن قلنا إنه الذي يعمل الوسوس كل النفس إن النفس الآن طبيعة النفس اللي بتوسوس ونعلم ما توسوس به نفسه وبعدين الآن الشيطان كلنا يوسوس والإنسان يوسوس أكثر شيء اللي بيأثر على الإنسان الآن هو الشيطان بيقول الآن ابن القيم بيقول إن ما يصيب بالإنسان في هذه الدنيا يؤثر على الإنسان الدنيا والهوى والنفس وحادي ركب هؤلاء هو الشيطان الذي يوسر الذي يسخر أو الذي يوجه النفس والهوى والإنسان هو ما له الشيطان فإذا عرفنا الآن هذا الشيطان منين بيجينا هذا الشيطان شو طبيعته منين هو لابد لنا أن يكون عندنا علم أكثر ما يأتي العين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث قال العين حق ويحضرها الشيطان هذا الآن الشيطان يأتي للإنسان يبدأ بأفكار هذه الفكرة قلنا إما أن تأتي نتيجة حدث معين أو سمع موعظة معينة عن عذاب القبر يعذبان بكبير آه دخلوا من هذا الباب أو شاف قدامه حدث معين وبالتالي تأثر فيه وعشان هيك الآن هذا الشيطان إخوان الكرام له مهمتين تنتين المهمة الأولى اللي قالها ربنا سبحانه وتعالى قال إنما النجوة من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وربنا قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوني وخافوني إن كنتم مؤمنين أي يخوفكم بأولياءه كذلك الحال ربنا قال إيش ماله الشيطان يعيدكم الفكر هذا ثلاث أمور بتهم الإنسان في الحياة فبيجي من باب الآن أنه يحزنه بيظل يجيب له أفكار تحزنه 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 عشان هيك الآن بيقول إمام النووي بيقول وعلم أن أشد شيء على الشيطان صرور المؤمن وإن رأه وقد اغتم زاد في غمه أكثر شيء بضايق الشيطان وشوفك مبسوط قدش أنت مبسوط قدش هو ماله مقهور قدش أنت الآن حزنان قدش هو ماله مبسوط بقول سبحان الله العظيم الإنسان الآن ممكن بقول الآن إنسان في حركة حركة بتغير مصيرك كله شوف الآن وانت عامل هيك ممكت انت عامل هيك حزنان اعمل هيك بس هيك اعمل هيك تلك كل اللي حواليك مالهم بيضحكوا مبسوطين إذن سبحان الله بحركة ممكن تغير نفسيتك بهذا الموضوع هاي وحدة الشغل الثاني الآن كلنا العلم الآن نفهم الذي يؤثر على الإنسان هو الشيطان كذلك الحال سبحان الله من طرق العلاج للوسوسة بشكل سريع اللي هي قضية ايش قضية الآن الماء البارد لها أثر كبير جدا وهذه ربنا قال في الآية قالوا عن سيدنا أيوب ايش ماله قال واذكر في الكتاب يا عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعدها بالآية صريحة مسني الشيطان نجل نقول الآن كيف وكذا نقول أدنى تفسير إلها اللي هو الوسوسة نعم الآن جاءوا بفكرة معينة ربنا كيف عالج الأمر قال لأركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب الآية صريحة والعلاج واضح الآية من القرآن وبالتالي هذا الموضوع الماء البارد بيقول أنه ابن تيمية في كتاب الطب النبوي بيقول إيش وللماء البارد فوائد عديدة ينشط الدورة الدموية يشد العضل يطرد الوسوسة يذهب الخوف ويطرد الشيطان هذا الآن الماء بس تقول أحد بتعمل هيك الآن شماله بتعيد نشاطه من أول وجديد وبالتالي لا يؤثر عليه بإذن الله عز وجل أيضا من الأشياء التي تعين على علاج الوسوسة اللي هي قضية إيش ذكر الله سبحانه وتعالى الآن ذكر الله ربنا قال ولذكر الله أكبر سبحان الله الآن في عنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال حسبنا الله ونعم الوكيل هي أمان لكل خائف هاي بيزير الخوف كل حزن كذلك الحال ربنا قال في الآية وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله إن أظن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا الآن علاج واضح جدا أكثر شيء بالتي إيش ماله فيه كمان الله أو ذكر الله أو لا إله إلا الله نعم في قديمة الآن بالضبط نص العلماء هذا كله الآن بقيم اللي هو أثر الوسبسي طيب اسمح لي أن أخذ هذه الاتصالة فيه ونرجع إن شاء الله للكمه السلام عليكم عليكم السلام تفضل يا أختي يا شيخ بدي أسألك تفضل أختة بصفة عاشر نعم مو راضية بتلبس شال أهلي كتير يعني بضغطوا عليها إنها تلبسوا بس هي معندي كتير إنها ما تلبسوا وبتعيط عشان ما تلبسوا كمان شو السبب بهذا الإشاء وكمان بدي أسأل رزق بابا مثلا بتعلق بهذا الإشاء يعني ممكن إنه ربنا يعابق بأهلي بسبب إنه إنها مش لابس شال نعم نعم طيب إن شاء الله تعالى إحنا يعني بشكل سريع إحنا حلقتنا لأنه عن موضوع الوسوس لكن يعني موضوع لابس شال هذا موضوع يعني تربو الحقيقة وإحنا في مشكلة عند الأهالي أنا يعني بشوف كثير من الأهالي بشكوا وبسألوا هذا الموضوع إنه بكون تارك البنت فترة طويلة من الزمان وبيجي عند لحظة معينة بدك هسة لابس شال هذه يعني بتعمل إشكالية تربوية الأصل كل هذه الأمور تميدة والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الصلاة علموهم عليها لسبع ضربهم عليها لعشر شو بده بده مع أنه مش محاسب لاف سبعة ولاف عشر التهيئة الحديث مع البنت منذ الصغر وتربيتها وتنشئتها وتحبيبها في الحجاب والجلباب والتهيئة قبل فترة تحكي على الموضوع هذا مهم الأمر الثاني غالب اللي بروفضين بيكون في تأثير من اللي حواليهم يا الصاحبات يا القريبات وأنا بحكي عن تجربة وبعرف كثير من الناس كنا سأعمل نعم معنات يعني شو اللي بسير بنسمع يا صاحبات يا قريبات لساتك صغيرة ليش بديك تلبس من هسه تخون قحالك من هسه لذلك بدنا نبعد تأثير السلبي عنها ونحببها شوي شوي في الموضوع ونأخذها بالرفق واللين والراحة في قضايا لكن عند لحظة معينة لابد يعني من حسم معين برضو اللين لحاله ما بكفي مهم جدا الأهل الأهل يعني الأب والأم كدهش تدعيلها أنت الآن كدت تتوجهل الله عز وجل كدهش نبكي شوفه الآن كان دعاء أنبياء قال رب جعني مكيمة صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء الآن كدهش كان الأنبياء حريصين ها الكل منهم كان يدعو لابنه وكان سيدنا نوح عليه السلام كان زيدنا إبراهيم عليه السلام دعا لأبوه كذا فالآن إنت الآن الأم والأب التوجه إلى الله تدرع إلى الله عز وجل حتى ارفع يديك لأنه قلبه بيد مين بيد الله عز وجل قال القلوب بين أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء دورنا الآن كمان نحببها بالإيمان والدين لأنه قدت الآن الإكراه والغصب عمرهم بتعطي نتيجة وبالتالي بحاجة إحنا حقيقة أن نتوجه لأله عز وجل أن ربنا لا ينقلبها ويديها لطريق الخير كمان إيش ما نستخدم وسائل الترغيب من خلال الصاحب من خلال صديقة من خلال الكتاب من خلال دعاء لا نستهين في سيدنا أبو بكر تذكر سيدنا أبو بكر كان يدعو لأمه حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قل له يا رسول الله إن أمي كذا وكذا فدعو لها فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لها يعني قزي الدعاء مع الحرص في الموضوع يعني كثير الموضوع إحنا نذكر يعني نحن نستقبل اتصالاتكم على أرقام الهواتف 1 9 0 88 190 88 أو 268 4 9 268 4 9 أو من خلال البث المباشر الموجود على صفحاتنا فيمكن نستقبل برضو ملاحظاتكم وأسئلتكم في الموضوع فضيلة الشيخ احنا حكينا بشكل عام عن العلاج في الموضوع العلم مهم يعني ضروري جدا لأنه العلم يعني هو الذي يعالج كثير من القضايا ورح نشوف يعني كمان شوي في هذه القضية قلنا أنه نعرف من الشيطان اللي هو بده يضعفنا وبده يخوفنا فلازم نحن بكأ أكباله الماء البارد وقلنا ذكر الله سبحانه وتعالى وهم منهم الأمور ضايل نقطة فضل نقطة ونص يعني فضل الآن اللي هي مثلا في طب نبوي اللي بينا يا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو التلبينة سبحان الله العظيم شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي نوحة الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال التلبينة مجمة لفؤال المريض تذهب بعض الحزن شوف الآن النبي صلى الله عليه وسلم كلما ينطق عن الهواء إنه إلا وحي نوحة هاي التلبين شو هي عبارة عن شعير بلدي مطحون بنخلط مع مي أو مع حليب وبنغلع نار هادي فيه طريقة معينة لكن شوف كداش له أثر هذا بيزيل الخوف والحزن والكآبة بيقوّل أعصاب بيقوّل قلب اللي بده يتوسع في الموضوع يفتحها للنت بس يكتب التلبين وفوائدها شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم كداش له أثر عظيم إنه بيذهب هذا الحزن وبيقيم هذا الآن كآبي وبيجعلك فيه فرح وسرور وطمأنينة بسبب هذا الآن الإشياء البسيط في نظرنا إذن إحنا بنضم التلبينة أو العلاج اللي هو العلاج الطب النبوي إلى العلاجات اللي ذكرناها نقطة أتصل هاتفي سلام عليكم حياك الله بس وطي لصوت تلفزيون أو الراديو عندك الله رضا عليك يعطيكم العافية الله عافية تفضل أخي السؤال للشيخة بالأسرح حول موضوع الوصفات وعلاقته بمرض آخر أو ابتلاء آخر سمالنا يا شيخ نقبل بأنه منفوس هل الوسواس هو بنتج عن المنفوس؟ يعني المنفوس له أسباب وبالتالي من ضمنها بأدي لإنسان المقتلع أنه يصير عنده وسواس أو العكس وهل العلاج في الوسواس والمنفوس ومدر شابه متقارب ولا كيف؟ نعم نعم الله بارك باختصار شيد الشاشة نفوت على نقطة نحن حكينا بالنقطة الأولى قلنا أن الشيطان له أكبر دور وأثر في موضوع الوسواسة وقلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ويحضرها شيطان المنفوس يعني هو نوع نواع العين والحسد هو نوع نواع العين وقد تكون فيها أكثر يعني يكون فلان منفوس يعني فلان نفسه بفلانة أو فلان نفسه بفلان أو فلان نفسه بهذه السيارة هذا يسموها منفوس الآن اللي هي نوع نواع العين بس بتكون عين قوي وطبعا لها أكبر أثر في موضوع الان الوسواسة وتؤثر بشكل واضح جدا وعلاجها إذا عالج الإنسان نفسه من العين والحسد وعالج نفسه بالقرآن مع الماء المقروع عليه وكذا بإذن الله بفيد في قضية الان النفس وكذلك كمان الوسواسة بإذن الله طيب نحن يعني هو ممكن أن يصاب بالإنسان فيه بأكثر من سبب المدخل للشيطان إذا ممكن يكون العين أو الحسد أو إلى غير لكن المهم إحنا ابتلي في الوسواسة بدنا نحاول أن نعالج يعني هذه الوسواسة حكينا الأمور العامة في العلاج وأنا يعني رأيي كلها مهمة لكن من أهم هي ذكر الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فالساعد بالله من الشيطان الرجيم والعلماء نصوا على أن لا إله إلا الله هذا الذكر يعني له دور كبير جدا في تصاغر الشيطان وضعفه هذه المصوص أحاديثة كثيرة فاستعد يعني حتى موضوع اللي يرى رؤية في المنام قال عن شيطان الصلاة هو خنزب رح نجي إن شاء الله طيب إحنا ندخل في القضايا لأنه إحنا بجوز معنا يعني تلت ساعة اللي معنا بدنا نحاول نأخذ مواضيعنا سريعا في علاجنا للقضايا النقطة الأولى موضوع الطهارة حكينا أنه في صور للوسوسة في الطهارة بتلاك الإنسان بتوضي كثير بتظل يشعر أنه عنده نجاسة بيخلع وعي كلها بيغيرها دائما يغسلها بشعر أنه بيصلي وصلاةه غير مكبولة لأنه عنده نجاسة بيدخل على الحمام بيقعد نصعه وبتطهر مثل هذه الحالات في الطهارة كيف يمكن أنه عالجها حقيقة بالنسبة لقدت الآن هاي الأمور أول شيء قلنا العلم إنه أعرف الآن ما لي وما علي الآن شو بالسنة شو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور لأنه كل العلم حقيقة إلى دوره لازم أنه يسأل يعني إنسان عنده فقه في هذه المواضيع حتى يعرف أنه حكم الموسوس غير عن حكم الإنسان العادي هاي هو القضية الثاني نقطة الثانية أنه يجب أن يكون هناك من يعينه على هذا الموضوع لأنه بيجعله أرق بعض الأحيان يعني من أهله وقريبه أو أصحابه اللي يعين لا خلاص بيكفي لهونه بس لهونه بس حتى لو موضوع الحمام خلاص معك عشر دكائق معك ربع ساعة هذا الكلام بعينه كمان الآن يكثر من ذكر الله عز وجل في الموضوع الآن هذا بيكون له أثر كبير الآن خاصة يظل يقول حسبي الله بن عم الوكيل هذا يقولها الآن مئة مرة إلى أثر أو أكثر من مئة مرة برضو ممتاز كمان يقول يقول أعوذ بالله مش طال الرجيم برضو إلى أثر كبير جدا كمان الآن كل الماء البارد في هذه الحالات بيساعده جدا وفي الحمام بدلا بيضل عيد 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 يأخذ دوش مي واحد بارده بيطلع من الحمام بسرعة بيضل طالع هذا سبحان الله العظيم بتعينه كمان الآن شوف النبس صلى الله عليه وسلم علمنا قال لا يبول أحدكم في مستحمه قال فإن عامة الوسواس منه شوف تخيل الآن وبعدين في الكضايا مهمة جدا مثلا أشياء اللي علمناه النبس صلى الله عليه وسلم إنه ما بيصير إنك تبول في المكان الماله وتستحم فيه إنك تبول في المكان التبع من؟ البول لأن هذا الأمر ماله بدخلك في متاهات وبالتالي بدخلك في الآن قضايا وطبعا سبحان الله العظيم في قضية مهمة جدا إنه هذا الوسواس الوسواس الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطان يقال له الولهان الولهان قال فتكوا وسواس الماء شوف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال هذا الآن فيه شيطان دك تعرف إذن معناته مهم جدا يا هذا إنه لن يكون الشيطان حريص على دينك وإيمانك أنت بتعمل هيك ليش؟ حريص على دينك وإيمانك إذا أنت حريص اعلم إنه الشيطان لا يمكن يكون حريص على دينك وإيمانك إذا النقطة الثانية الآن هل أنت الآن أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترد عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان مضمط كيف والإستنشاك كيف والآن علمنا كل هذه الأمور فليش أنا أوقف عند هذا الموضوع إذن هو الآن هناك الشيطان يقال له الولهان عند ذلك قال العلماء إذا الإنسان أصاب وصوص الوضوء أنه ظل يعيد يقول أعوذ بالله من الولهان أعوذ بالله من الولهان شوف كلمته الاستعاذة الآن بإسمه قال فإن الشيطان عند الاستعاذة يصغر قال ويندحر قال وبعضهم قال إيش ماله بالاستعاذة يصيبه يسمونه من وعي المس يعني بصير تخبط تخبط سبحان الله العظيم أما إذا قلت إيش ماله الله يلعنك الشيطان قال يفرح بها يتعاض ويقول لعنني بما لعنني به الله وإذا قلت لإنسان خزاك الله قال الشيطان يفرح قال يقوله مثل ما أقول يقوله مثل ما أقول من أجل ذلك قال سبحان الله الإنسان عندما يرى إنسان مبتلى ماله أدعو لأخيك ولا تدعو عليه قال فإنك إن دعوت عليه قال يقوى شيطانه ولا ينصلح ولكنك إن دعوت له يخسأ شيطانه ويندحر بإذن الله عز وجل يعني في موضوع الطهارة يعني حتى فقهائنا تكلموا بكلام يعني وضعوا بعض العلاجات أو الأحكام الخاصة بالموسوس حتى يساعدوه يعني هو لابد أن يعالج نفسه آسف أن يكون هناك مساعدة من أجل ضروري جدا الموسوس لوحده لا يصح يا أخوانا يعني لا تدشروا الإنسان اللي عنده وسوسه بس أنا زي ما قال فضيلتش في البداية أظلني ألومه بدون ما أقدم له المساعدة المساعدة إن أنا وقف بجنبه هو بتوضع أنا ممكن أوقف بجنبه أقول لا أنت عملت أنا عملت إيدي ولا ما عملتش عملت راسل لا أنت عملت أنا قدامي بكيف أنت بدك خمس دكاقة تبقى طالع أنت خلص أنت طاهر أنت كذا هذا أول اثنين حتى العلماء في هذا الموضوع أخذوها بعين الاعتبار وهذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا كان أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يجد يسمع صوتا أو يجد ريحا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا علاج لموضوع الطهارة فإنت كثير ناس بقول لك أنا بأقدرش لازم أتوضى يعني كل ما بدي أصلي أتوضى طب ليش نقد وضوها قال أنا بظل أني أشعر أني بظل يخرج روح ريح هذا حقيقة في بعض الناس إذا لم يكن مرض حقيقي مرض يعني عنده سلس بول أو سلس ريح أو كذا هو إذن وسواس هذا بحاجة وضع له العلاج أنه أنت حتى تسمع صوته أو يعني تشم راحة يعني هذا بأثلا واحد اثنين الكلام تكلمت فيه هذا توجيه نبوي أنه لا يبول أن أحدكم في الماء الراكد أو نعم أو في مستحم وهذا بعض انطباع برضو زيه يقاس عليه أنه الإنسان يحاول أن لا يبول على مناطق الصلبة يعني زي البول قائما نعم هذا بيعمل كثير مشكلة عند الناس بصير رذاذ بصير رذاذ حتى لو فيش رذاذ بصير يشك بجوز صار رذاذ يعني هذا مشكلة رقم ثلاث أنه العلماء قالوا مثلا إحنا عندنا بالفقه إزالة النجاسة بتكون بإزالة عينها يعني بلا مؤخذ أنا عندي نجاسة على القميس منهم بظل أن يأغسل حتى تروح نفس النجاسة لكن عند الموسواس قالوا يكفيه أن يغسل ثلاثا نعم راحت أو ما راحتش ليش بده يقطع عنده إذا بيظلوا مستمر بيظلوا يشك هو النجاسة هو النجاسة بيطلع غاسل كل وعيه لأنه نمي الأمر الأخير أنا ممكن أحكي فيه اليوم يعني في وضوع الفقه هذا بالذات النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأمر برضو أنا براه أنه علاج قول الوسواس قال الانتضاح بعد البول نعم الواحد شو بيعمل مطلوب منه الطهارة لأسف الشديد يا أخوة طبعا حنا بنحكي لساعة الناس الموسوسين في الطهارة في ناس للأسف بدخل على الحمام وبطلع ولا إشي ديناش فات ولا استخدم لا محرمي ولا استخدم مي ولا غسل يعني موضع إخراج البول أو كذا في الموضوع يعني لم يغسل فرجه هذا إنسان مش سائل في طهار هذا اللي بنطبك عليه حديث لا يستبرئوا من بول إنهم لا يعذبان أقولوا عامة عذاب القبر بينه لكن الإنسان الحريص إنه يبعد النجاسة إذا كان عنده وسواس النبي صلى الله عليه وسلم شو أمره قال له أنت اغسل فرجك بعد ما تقدر حاشتك وامسك الماء وانضح الماضح يعني الرش انضح على فرجك وعلى ثوبك نعم على لباسك الداخلي فإذا رحت بعد ما لبست وروحت حسيت إنه في ماء لو بدك تفكد بسي تقول هذا من الماء اللي أنا إيش رشيته فبدي يقول لك إنه الشيطان بيجي بيقول لك ها أنت خرجت نقطة بول كله لا هذا من الماء اللي أنا رشيته نضحته هذا مهم إنه الشك لا يقطع اليقين المكتب يقطع الشك باليقين طبعا هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك أيها الآن في موضع كسس في الموضوع هذا الآن أول قضية الآن سيدنا عمر الله مرضى عنه حينما يمر في الطريق فالآن أجمي عليهم من أحد المنازل سكف المنزل أحد الناس قال ما هذا الماء هو نجس أو غير ذلك فالآن سيدنا عمر شو قال يا صاحب المزاب لا تجيبه الآن نحن أخذ بظاهر النص على إنه مال لنا ماء طبيعي مش ضرورة أصير أتحقق في الموضوع هذا التحقق الآن هو بيعمل الآن وسوس في الموضوع الآن كمان القضية الثانية عندما جاءت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت الآن طبعا الثوب يجر على الطريق قالت يا رسول الله نمر على النجاسات فالنبي صلى الله عليه وسلم شو بيّن إنه قال ما بعده يطهره خلص مش ضروري أنا أحقق في الموضوع طب هنا طب ولا لا أو كذا مدام وصل التراب إذن معناته ماله النبي صلى الله عليه وسلم بدي يحقق أمر معين إنه ينهي الموضوع لأنه يدخل وسوس في هذا الموضوع وحقيقة نضرب إحنا مثال لبعض الناس اللي عنده النظافة والطهار والنجاسة بقول له كثير نحميان المرات الآن دس لك سؤال أنت رح تخلص كنت بسمك سؤال دس لك سؤال الزبان وين بروح بروح على نجازات الزبان ولا لا أنقف فينا تجيش الزباني عليه تجي عليه إذن شو رأي قدرنا حميم تصصات مي كل ما أجل الزباني هون تصع لحنا في أشياء يتعذر منها الإسلام سامح فيها وبالتالي ربنا شكر في الآية قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما جعل عليكم في الدين من الحال بالضبط وربنا شكر في الآية يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر عمر ما كان الآن ديننا في مضايقات ولا عمر كان في البطروح إذا كان ديننا بالعبادة هاي تبعتك الآن بالطريقة هاي ولا يمكن يكون هذا دين عشانك هذه القواعد مهمة جدا وبعدين يتمقال والنسيان وما السكره عليه هذه قضية مهمة جدا إذا فهم الإنسان كل إنسان وسوس وبالتالي يستطيع أن يقطع ذلك مباشرة بإذن الله بإذن الله تعالى طيب إذا منطلع على موضوع الصلاة عندنا في وسوس بالصلاة أنا بظن نوعين من الوسوس بالصلاة يعني الرئيسيات اللي أنا الناس كثير بتكتر فيها أول واحد أنه مجرد ما بدأ بالصلاة بيجي هاجس ويظن أنه نفسه بتكلم بكلام بذيء أو بكفر أو يعني بصير يحكي في دانه كأنه اللي بيحكي فلدرجة أنه كلما وقف صلاة يعني قطع صلاة وبروح الهاجس بدخل في الصلاة فهذا بيكرره بالصلاة الأمر الثاني في الوسواس أنه ما بدخل في الصلاة إلا أنا صليت ثلاثة والأربعة لا يمكن تستقيم له صلاة حتى لو متأكدين هنا أربعة بصيروا يقول لا أنا صليت ثلاثة شوف الآن الموضوع هذا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضربنا مثل أو في حال الصحابة رضو الله عليهم اللي هو عثمان بن العاص رضي الله عنهم أرضاهم أجمعين عثمان بن العاص جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله حال الشيطان بين صلاتي وقراءتي يعني الشيطان أجاني صار بين مشعار فقرة والعارف كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم شو قال له قال ذاك شيطان يقال له خنزب إذا ذاك الولهان الولهان وهذا اسمه ما له خنزب شوف أنت أسماءهم قال ذاك شيطان إنه قال له خنزب فإذا حسسته النبي صلى الله عليه وسلم فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا خلاص هاي العلاج إنسان مجرد أجته الأفكار الآن كفرية أو أفكار جنسية أو أفكار غريبة جدا اللي أنه في الصلاة إياك أن تقطع صلاتك شو تساوي قول أعوذ بالله من خنزب أعوذ بالله من خنزب أعوذ بالله من خنزب طبعا بينك وبين نفسك مش إن أن تقولها أنت الآن بصوت عالي ثم اتفل عن يسارك ثلاثا الآن هذا اليسار الآن شو بنقول بتشكل هذا مش تحتف واحد يكون جنبك تروحه كاللاطخ كف صلاة الجماعة وروح مغرق وبعض سايب أنت سبحان الله الآن قال بهذه الطريقة سبحان الله العظيم فإنه يذهب عنك هذا الوسوس وبعدين أيضا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا بدأ في صلاته بعد تكبيرة الإحرام يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الآن هذا من أبعية الاستفتاح في الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه هذا الآن بإذن الله أعجل يعالج موضوع الصلاة موضوع الآن الفكهة يعني هي بس موضوع أكثر شيء موضوع الوسواس في موضوع العدد حقيقة العلماء يعني ذكروا في شغلتين نذكرهم في موضوع العلماء الأول إنه قالوا إن استطاع أن يستعين بشيء خارجي ليثبت الموضوع لا بأس يعني البعض كان يحط حصة حصة نعم أو يعني شيء بجنبه أو في البعض كان يأخذ إشي تاني إنه هو يسجع على سجادة الصلاة الركعة الأولى يتنيها التاني يرد يفردها التالتي يتنيها حتى لو فرضنا إنه حتى هذا ما ظباط العلماء طالع شكار قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان الطبيعي الغير مصاب بالوسوسة إنه إحنا بنعرف اليقين لا يزول بالشك والأصل أن يبني على اليقين فمن شك فيه صلاة إنه صلى ثنتين ولا ثلاث بيبني على الثنتين وبيكمل وبسجد للسهو اللي شك ثلاثة ولا أربعة بيعتبرهن ثلاث وبيبني عليهم يعني بيشطل على اليقين ومتأكد إنه ثلاثة شاك في الرابعة بيلغيها المشكوك فيها قالوا علماء إلا في حالة الموسوس اللي عنده الوسوسة قالوا لا هذا لأنه القضية مش قضية حالي كل يومين ثلاثة بتجيه بنسا هذا كل صلاة بالعكس بيصليها برود بعيدها برود بنسا يعني مش بس يعني ولا الظهر مرة وعادة كان مزبطت معه لا كل ما أوقف على سجادة الصلاة بيصير معه نفس المشكلة فقالوا علماء هذا يبني على الأكثر يعني شك إنه صلى ثلاثة ولا أربعة لا أربعة يعتبر إن أربعة ليش؟ لأنه علاجه وأن يرجع إلى دينه يعني يتثبت فيه وتستقر نفسه وما يستغل الشيطان ويأخذه للغلاط ويذهب الوسوسة إلى أبعاده لأنه في النهاية بدنا نروح لمرحلة ورح يوصل مرحلة لأنه يدشر الصلاة يعني رح يدشر الصلاة ويكفر يعني ممكن أن يكفر وهذه في حالات ما حدا يستقل في الموضوع أخوانا كديش علاجه وإحنا بيقول ليش بيقول العلم لذلك أنا بقيت دائما لما كان إحنا كلنا طرق يعني صابنا وسواس فترات من الزمن بجوز لغاية الآن خاصة أولا بيبدأ الصلاة إحنا بجوز حتى الآن يعني في بعض الناس بس هي متفاوتي ليش الإنسان اللي بصير مع الزمن عنده علم أكتر في القضايا الفقهية أو في تعليم دينه بصير أسهل إنه يعالج نفسه سريعا يعني كان لما يجي مراتي الشيطاني كلي أنت والله صليت ثلاثة ولا أربعة أو بعد ما أخلص شككني ممكن أعيدها الصلاة لكن إذا سلمني عمرتين أقوله أقول لك أنا بين وبين ربني بس طفل خلاص أنا ربنا عز وجل بأرحم فيه منك يعني الواحد يصير حكي أنا بيجي بقول للناس هيك بقوله كل الشيطان لما يجيك ربنا أرحم وربنا عارف وأنا بدي أصليله بهذه الطريقة وربنا أحكبه مني هذا بس في حالة مين بالضبط الموسوس بالضبط يعني برضو إحنا بدناش بس الخطورة وين الآن النظارات الأهل الأهل بحض الناس أجوانينا إنها تخيل إنها إمهم كثر ما بنتي صار عندها وسوسي وسوسي بالصلاة كديش أنا صليت أنا كديش كانت توقف أختها صغيرة أو أخوها عدلي كديش أنا بصلي الآن لذجدي ما كدر يسمع علي ممنوع تصلي بديش يكي تصلي طبعا هذا خطأ وهذا خطأ وهذا خطأ كبير جدا جدا الآن منعتها من الصلاة وحتى شبتها واقفة على الصلاة تكون جننتني فطبت نعرف النظار بس إحنا موضوعنا إنه عدوا لكديش صليت لكن طبعا الآن بعد مدة الحمد لله تعالجت الموضوع والإنتهى الأمر بإذن الله عز وجل طبعا نحن نحكي للنقاط العامة مع النقاط الأساسية اللي حنا حكناها كون عندك علم إرادتك تكون قوية الآن تبدأ الآن في موضوع الآن ذكر الله عز وجل الآن مش غلط الآن لو قرأت أنت الآن بعض الآيات على مية شربت ومية غسلت منها هذا الكلام بعينك بإذن الله عز وجل على قضية الانتهاء من هذا طب سيد الشيخ القضية الحساسة خلينا يعني أنا أحكي فيها واللي كثير من الناس لا يجرؤ أن يحكي فيها بصراحة لأنه هي قضية كفر وإيمان كلنا وأنا واحد من الناس بجينا الشيطان بنعب برأسنا طب أنت شو عرفك أنه الإسلام صح طيب هو أنت يعني أنا أوجدك أبوك وأوجد أبوك أبو طب لو أنت طب هو آدم أنا أوجد آدم الله طب أنا وجب الله نعم مين خلق الله نعم طب هو الله اللي خلقني يعني إحنا في آخري طب الآخري لو أنت نعم يعني أنا بدأ أحكي عن تجربة خاصة وأنا صغير كان يسلمني وسواس وسواس الأبد اسمه الأزلي يجي الشيطان نقول طب أنت موتت في الحياة طلعت على آخري عشت في الجنة طب عشت مئة سنة وبعدين ألف سنة وبعدين طب لو أنت بظل أنني عايش يسكش يعني لو أنت لو أنت يعني بدي يخلص طب أكل لك وربنا في الجنة كلنا خلاص بكفل هون طب اللي بعدنا لو أنت هذا التفكير العقائدي اللي بيجي مين خلق الله طب لو فش جنة ونار طب إحنا شو عرفنا أنه الدين صح هذه الوساوس كيف ممكن أن يعالجها سبحان الله تعالى كثير من يجيهم بس خاش يسأل لأنهم بكل كيف تتهموني بالكفر هذه الأفكار تتجي للكل أنت لآن مش بس إحنا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجدهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف عالج الموضوع الآن أول حديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله أجد في نفسي أمرا والله لأن أقتل لأن أقتل فالنبي صلى الله عليه وسلم فيهم ذلك الأمر فقال أهو فعل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي جعل كيد الشيطان في الوسوسة شوف الآن بينا أنه الأمر بسيط كمان الآن بعد الثاني أجد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نجد في أنفسنا أمرا نتعظم أن نتكلم فيه قال أهو أمر في ذات الله قال نعم قال هذه علامة إيمان أو صريح الإيمان الآن بقول إيمامنا وبقول وعلم أنه من أصيبه بالوسوسة في ذات الله فقد كمل إيمانه أنا أضرب لك مثال عملي على أن الذي يصاب بهذا الابتلاء هي نعمة من الله عز وجل هي نعمة من الله عز وجل وما بعد ذلك بيكون حال طيب الآن أول شيء بنقول شو بقول العلماء بقول العلماء إن هناك مقامات الإيمان مقامات الإيمان وإن لكل مقام من مقامات الإيمان امتحان وابتلاء شوف قال وابتلاء ومقام المعرفة قال لابد له من ابتلاء الوسوسة مقام المعرفة لابد له من مقام الوسوسة وما بعد ذلك بصير عندك الآن المعرفة بالله بصير تعلم من هو الله القوي الله الواحد الله الأعد زي في امتحانة التوجيه فعلا بيجيك امتحان الآن بكالوروس بعدين ماجستير بعدين مستحيط نطع للدكتوراه بدك امتحانات أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنوا من اغتنواهم في مقام الإيمان في مقام المتقين في مقام الأبرار في مقامات سبحان الله وبالتالي قال مقام المعرفة لابد لهم من ابتلاء الوسوسة شوف سبحان الله إذا أنت الآن انتهيت من ابتلاء الوسوسة بصير أنت في مقام المعرفة معرفة الله سبحانه وتعالى أضرب مثال عملي على الموضوع ده من أنا بحطي له الحالات بتيت جاءنا بقولي الآن تخير أنت الآن واقف على ظهر البيت على سطح المنزل الآن ابنك إن شاء الله دخل لك إياه أو ابنتك واقف على الباب الآن أجي ابن الجران صار يحكي هيك الآن أبوك واحد أزعر أبوك وهامل أبوك فوق وأبوك أبوك أبوك وأنت فوق وتطلع الآن ابنك هذا شو بيعمل لا أبوي أحسن الناس أبوي شيخ أبوي محترم أبوي كويس أبوي كبه إنت وإنت على السطح بتكون مبسوط من ابنك أبوك أبوك أبوي شو رأيك بتكون مبسوط مبسوط لأفكار. عوض بالله مش ترجيم. لا. بعده بيصلي. بعده بيسبح. بعده بيهلل. بعده بيستغفر. سبحان الله العظيم. عشان هيك شو بيصير؟ بيصير الآن ربنا سبحانه وتعالى مبسوط منك. وانه شايفك انت قاعد ماله بتدافع عن رب العالمين. لكن وين النقطة؟ نشوف من رحمة الله عز وجل. إذا شاف الآن هذا الشيطان بده وصل مرحلة. بده حاول يضايق عليك. بوصل مرحلة إيش ماله؟ طوالي ربنا ماله بدافع عنك. قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولا يسمح لهذا الشيطان أن يتعدى عليك. سبحان الله العظيم. جميل. يعني احنا أنا بذكر أنه النبي عليه الصلاة والسلام خرج على يعني الصحابة كانوا يشكون له هذا الهاجز من خلق الله حتى. فالنبي قال لهم يا حياتي أحدكم الشيطان فكذا. فقال يعني عن أمرهم بأن ينتهوا يقولوا قل آمنت بالله ورسله. لأنه يا أخوة يعني في موضوع العقيدة ربنا سبحانه وتعالى يعني علاجه علاجه شغلتين مهمات. ربنا قال في كتاب العزيز فعل. أنه لا إله إلا الله. ذلك موضوع العقائد إخواننا الإنسان برضو لازم يعلم. يعني بدها ما أعرفه. يعني ما بيزبط الأمور. لذلك كثير من مداخل الشيطان في موضوع العقيدة بيكون بدها علم. وهذا ضروري جدا الإنسان يبقى عنده علم يلم بشكل عام في موضوع العقيدة. هس في بعض القضايا يستطيع الرد عليها بسهولة إذا أخذ قصد من العلم وهذا مهم يسمع. لكن. العلم منين؟ هاي لقطة مهمة. طبعا. العلم الآن من شيخ منطقتك. من شيخ بلدك. نصيحة. الآن كل العلماء. شو اللي بضيع كثير مرات في هذا المسائل؟ إنه بدخل على النت على أحد شيخ. شيخ بالجزائر. شيخ من السعودية. شيخ من كده. الآن كل شيخ بيجاوب الآن بلده ومنطقته. حقيقة. وبالتالي إذا أخذ منه أي مسألة. الآن هو بيصيبه نوع من وعي الوسوسة. أنه أخذ الآن على العقيدة وتقول كذا وكذا وكذا. ولا يجوز أن مجرد التفكير في الأمر فإنك خرجت من ملة الإسلام وعليك الوضوء إذا أنا سبيت الدين داخلي ولا خارجي. سبحان الله العظيم. وبالتالي أنا بنصح الآن لأنه بس يكون الآن شيخ البلد اللي عارفك وعارف الآن وضعك يستطيع أنه يجيبك في كثير من أمور الآن الصحيحة. الأمر لأنه يخواننا حقيقة في موضوع العقائد في أمور نصيحة أن أفهمها وفي أمور عقلنا المحدود لا يستطيع أن يستوع بالله محدود. ربنا في السفغة طولة محدودة في ذلك يعني أنا لما أفكر بالأزل بأمن بالأزل لكن لا أستطيع عقلي أن يتصور شيء عن الأزل. بعرف معناه بعرف مفهومه لكن إني أتصور وأتخيل لا أستطيع. لذلك شو النبي صلى الله عليه وسلم قال كل آمنت بالله ورسله في حالة ما نستطيع أن نقطع مثل هذا الموضوع. وإحنا يعني فضيلة الشيخ الوقت يعني سبحان الله يعني أدركنا وإحنا نسأل الله يعني عندنا يقين لا نستوعب كل الموضوع. لكن على الأقل لأنه نحنا نحط النقاط الرئيسية فيه. بس أنا بدي أخذ منك ذكر نعيد لإخواننا المستمعين معنا مرة ثانية بشكل سريع النقاط الرئيسي. يعني إحنا عنا كل الوسواس بأنواع والنظافة ووسواس الشرف ووسواس المراقبة ووسواس الخوف وحتى وسواس الطهارة. وإحنا ذكرنا ست نقاط رئيسيات بدنا نعيد للناس أنه أكثروا من واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة حتى تكون هذه سبيل للوقاية واثنين سبيل للعلاج بدقيقتين. نعم إذا ما يكون أخوان كرام بنصح جميع أول شيء لا بد من العلم إنك تسأل عن أي مسألة ضرورة جدا. الآن نقطة الثانية الآن الإكثار من ذكر الله عز وجل وتسبح الله عز وجل. كمان يكون عندك نوع نوع الإرادة القوية. كمان الإخسال بالماء البارد إليه أثر كبير جدا. كمان بعض الأدوة النبوية اللي هي التلبينة. كذلك الحال من الأشياء اللي يصير ضايقك في صدرك إشي بضايقك جدا. حط إدك الليمين على صدرك ويقرأ صورة الإنشراح سبع مرات. لها أثر كبير جدا جدا بإذن الله عز وجل بنشراح الصدر. كذلك الحال ابتعد عن الوحدة أكثر ما تستطيع. لأن الوحدة أكرب شيء للشيطان. كذلك الحال احرص على أن تبقى مبتسما إن شاء الله تعالى. تبسمك في وجهك صدق. يعني تفائلوا بالخير يتجدوه وكونوا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هذه كلها نقاط مهمة. أنا برضو بدي أحكي نقطتين سريعات أضيف لنقاطك أو تركيز على الموضوع اللي عندك. مهمات كثيرا من الناس كثيرا بتغفل عنهم. الموضوع الأول أنه يا أخوانا الشيطان يتعاظم ويسيطر على الناس اللي بعدين عن ربنا. لذلك قال التقوى والبعد عن المعصية مهم. لو أنه زي ما قلت أنا في البداية مئة علاج أخدته وأنت مش محمي حالك. يعني واحد بأخد كل أدوية السكري. وهو تنهار يأكل كنافي وحلو وشوكولاتة. مش راح تزبط مع كل نفس القضية. نحن بنأخد علاجاتنا بالقرانة وعلاجاتنا حتى عند الأطباء. وبالآخر أنا نفسي قائم على معصية الله. لا بصلي ولا بصوم ولا بتعبد. ونظري دائما إلى الحرام. وعندي علاقات وبتصل مع فلاني وبحكي مع فلاني وبطلع مع فلاني. هذا الإنسان كيف سيعالج؟ كيف سيحمي الله عز وجل؟ كيف يريد أن يضعف في الشيطان والشيطان بيكون مسيطر عليه لأنه في معصية. ذلك أهم شغلي في العلاج. الطاعة والابتعاد عن المعصية. الأمر الثاني أنت حكيته قبل شوي للأخت اللي سألت عن موضوع الحجاب. وأنا بقول أنه دائما سر عجيب لموضوع الدعاء. الإنسان المبتلى هذا ابتلاء دعاءه إلى الله عز وجل قريب واللي حواليه. لذلك أكثروا من الدعاء يا أخوة. اللجوء إلى الله. الواحد لما فينا يدخل على ربنا يا رب أنا داخل عليك. أنا يا رب مبتلى. هذه الوسواس أنا مش قادر أتحمله. يا رب أنا بترجاك. أسألك بأسمائك الحسنى. أسألك باسمك الأعظم. أسألك بأنك الله. إنك تشفيني وتعافيني وتكون معي وتبعد الشيطان عني. والله إخوة لو الواحد دخل على بني آدم زيه. اترجى مش راح يفشله. فكيف لما ندخل على ربنا. وربنا هو الذي يقول وإذا أسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لذلك أنا بنصح الإخوة دائما أن يأخذوا بالأطباء. أن يأخذوا إرشادات من من يثكون بدينهم وعلمهم. أن يأخذوا بهذه الأمور. ما نستهين فيها الأمور. ذكرها سيد الشيخ. نأخذها وقاية. نقرأ مأثرات الصباح. مأثرات المساء. صلاة الفجر في المسجد في ذمة الله. هذه من أفضل ما يحفظ صلاة الجماعة. لكن نحن نكون سريعا في الموضوع. هنا فقط الخوف في قضايا إنه إن شاء الله تعالى. على كله يعني مثل هذه القضايا. ممكن إذا صار مجال مرة تاني بعد فترة نفتح الموضوع في قضايا مخصصة. يعني سنأخذ نقطة نقطة نعملها حلقة لحالة بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا قبل ما أنهي أذكر أنه يوم الخميس بيكون 29 ذي القعدة. في مراقب إلى الهلال. إن ثبت فبدو يكون الجمعة واحد ذي الحجة. إن ما ثبت بدو يكون يوم السبت واحد ذي الحجة. واحد ذي الحجة يعني بداية العمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم بتذكر في الحديث ويريت الكل يسمعنا. يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. أي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله. يعني العمل الصالح فيه أحسن من الجهاد في سبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك. لذلك يا فرصة حتى العلماء قالوا أن أفضل ليالي. ليالي العشر الأواخر من رمضان. وأفضل الأيام النهار يعني هي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. شوف من رحمة الله أنه ربنا قال إيش ماله لعمل الصالح. أي عمل صالح. بالضبط. فإحنا بدنا نقول. اجتهد اللي أنت بتقدر عليه. اجتهد. اعمل برنامج. بالضبط. نعم. في الصوم. في الصوم. في القيام. في الذكر. في صلاة الأرحام. في الصدقات. في الزكاة. في الأضحية. نعم. كل هذه الأمور يعني راح تكون. بس نصيب إذا مرت هذه الأيام. وأنت ما غيرت شيء في حياتك. أكل ما فيه. يعني والله أنا مشكلة. مشكلة. على كل ما نحن بنشجع الإخوة. نقول إنه يعني ابتدوا. وحضروا حالكم وعملوا برنامج وخطة في الموضوع. إحنا إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم. راح يكون عنا إن شاء الله راح يكون حلقة مخصصين على أحكام الأضحية. والعيد وبعض أحكام العيد في الموضوع. لأن كثير من أساس يسألوا عن هذا الموضوع أضحية العقيقة. شو اللي بيسير وشو اللي بيسير وشو كيف ممكن تندباح وبعض القضايا المتعلقة في الموضوع إن شاء الله سبحانه وتعالى. في النهاية الختام أنا لا يسعني إلا أن أشكر أولا راعي البرنامج كيندا ماركت. شكر جزيل له على هذا الموضوع. الأمر الثاني أشكر إخوة طاقم اللي معنا في البرنامج. الأخ عبد الله والأخ معتز والأخ علاء والمخرجنا الأخ براء. كما لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخة والأرقم على هذه حقيقة اللي شاركنا في هذول حلقتين. وسبحان الله من كثير من موضوع شيء وفي التساعد. نشكرك أيضا على جول البرنامج. بسرعة للوقت بمر وأولا وأخيرا وبعد شكر الله سبحانه وتعالى. الشكر موصول لكل الإخوة اللي يستمعوا لنا وشاهدونا وتابعونا وكانوا معنا بتفاعلهم سواء على الفيس أو خريطة الصلاة الهاتفية. أشكركم جميعا على حسن السيء معكم. أسأل الله عز وجل أن يبعد عننا كل وسواس ونعوذ بالله من الوسواس الخناس. ونسأل الله أن يحمينا وأن يحفظنا نحن وأهلنا وعائلاتنا ومجتمعنا بإذن الله. سبحانه وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. أنا محدثكم الشيخ عمر مناع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. اشتركوا في القناة.